مرحبا بتمنى تكونوا بخير اليوم رح نحضر سوا خبز او فطاير بالليمون محشية بالشوكولات العجينة بنكهة الليمون او البرتقال ومحشية بالشوكولات طعمتها ولا اطيب من هيك خاصة اذا عنا ولد بدنا نعطيون شي على المدرسة متل ما شايفين حجمة ممتاز وبتشبع والعجينة خفيفة جدا طرية جدا اخف من القطن طريقتها ولا اسهل من هيك حتى الاشخاص المبتدئين يلي بحياتهم مش فيتين على المطبخ رح يعملوا اطيب عجينة اطيب من اي عجينة بتشتروها من بره خفيفة جدا متل ما شايفين اخف من عجينة الدونتز محشية بالشوكولات طعمها ولا اروع عن جد وريحتها بتشاهد خلونا نشوف سوا كيف حضرناها تابعوني للاخر لا تعرفوا كيف حصلنا على هيدا اللون المميز والشكل طريقة ولا اسهل دعونا نشوف سوا كيف حضرناها اول خطوة عندي كباية من عصير الليمون وعندي فوق كباية من المي السخنة ما توصلوها للغليان ولا تدفوها بس تكون سخنة عادة رح ضيف عليها نص كوب من ازات النباتة وراح ضيف عليها بيضة واحدة مع نص معلقة صغيرة من الفانيليا كمان اربع معالق كبيرة من السكر ورشة بسيطة من الملح ومعالقة كبيرة من الخميرة هلأ رحقلب كل هالمكونات مع بعض لا يدوبوا مظبوط تحت يدوب السكر وتنخلط مظبوط الخميرة ويختفي اثار البد مجرد تقليبة بسيطة فيكن تتعملوا هيدا النوع من المعجنات بالعجان طبعا وفيكن تعملوها على ايدكن اصلا هي بدون عجن يعني بكل بساطة فيكن تعملوها هلأ رح نزل فوقه اربع اكواب من لطحين من بعد ما نزلت اربع اكواب من لطحين رح حط معلقة صغيرة من البايكينج باودر وهلأ بالمعلقة ما بحاجة نستعمل ايدنا ولا نعجن بايدنا ابدا رحقلب هالمكونات كلها ياتها مع بعضا لحتى نحصل على عجينة رطبة جدا السر انه يطلع معنا العجينة رطبة ما تضيفوا طحين زيادة ابدا تركوها متل ما هي لانه الرطوبة اللي بالعجينة هلأ رح تعطيكم تراوية سوبر مميزة من بعد ما تخبزوا العجينة متل ما شايفين صارت عندي عجينة كتير رطبة وعد زيدو طحين عليها بالعكس مطلوب تخلوها رطبة بهيدا الشكل هلأ متل ما هي هيك رح اخد هالعجينة ورح اغطيها بنيلون وبدي دفيها كتير منيح رح حطها بمكان دافي لتخمر على القليلة ساعة زمان ومن بعدها منشوف كيف رح نشتغل فيها من بعد ما ما طع ساعة من الوقت تخمرت العجينة وصارت تحجمها الضعف هلأ متل ما شايفين بعدها رطبة كتير هاي دي الخطبة كتير مهمة اهم شي تحافظوا على رطوبة العجينة عندي هون شوية من الزيت النباتة رح بل ايدي بالزيت النباتة ما بحاجة كمان تحط طحين بهيد المرحلة مجرد اني رح عاوم ايدي بالزيت ورح بلش شيل من العجينة مقدار اللي نحنا بدنا اياه هيدا المقادير من العجينة بتعملنا 12 قطعة حجزينين قد كف اليد بيطلعوا متل ما شايفين العجينة كتير رطبة ما تعتلوهم ابدا هيدا شغلكم بكون صحيح هلأ متل ما هي رح حطها على جنب انا عملت هون ستة قدامكم بس هني طلعوا 12 حبة حطيتهم بالصنية على جنب هلأ كل حبة بدنا نعملها بدي اخم اخد رشة من الطحين رح حطها مطرح ما بدي اشتغل ورح اخد اول قطعة من العجين شايفين قداش رطبة رح نزلها على رشة من الطحين ورح حط كمان فوق رشة بسيطة من الطحين لحتى اقدر امسكها وشكلها واعملها على شكل كرة لحتى اقدر احشيها بس ما منكتر كتير الطحين بنرجع من نفض كل الطحين الزايد عنها هلأ بهيدا الوقت انا هون عندي قطع من الشوكولات واذا مش متوفر الشوكولات القطع فيكن تحطوا الشوكولات القابلة للدهن مثل النوتلا او حتى فيكن تحشوها زبدة اللوتس او زبدة الفول السوداني حسب ما انتو بتحبو بس قطع الشوكولات اسهل طريقة لحتى تحشو فيها هالعجينة هلأ رح سكرها بكل بساطة بتلزق دغري لانه هي عجينتنا رطبة متل ما شايفين تسكرت معنا اذا لزقت شوي على ايديكم فيكن تحطولها رشة بسيطة بسيطة من الطحين ما تكتروا كتير ومتل ما شايفين نفضت عنها الطحين الزايد وحطيتها على صنية مدهونة دهنة بسيطة بالزيت او فيكن تحطوا ورقة زبدة ما بعد ما عملت كل العجين بنفس الطريقة حطيتهم بعض شوي عن بعض بس لحتى بس يتخمروا ما يلزقوا كتير ببعض لحتى اتركوا مجال يتخمروا على ريحتهم ما بعد ما خمرتهم بدي خمروا نص ساعة تقريبا بهالوقت رح نحضر الخليط يلي رح ندهن وجه العجين وبهالوقت كمان من بعد ما تخمروا معنا نص ساعة رح يكون عم حمل فرن على حرارة بين 180 و 200 تقريبا 190 حطوا الفرن ولعوا من فوق ومن تحت وحموا عبال ما تكون دهننا العجين يلي متل ما شايفين عم ندهنه دهنة بسيطة ما منشد على العجين ان احنا ما عم ندهنه لان ما بدنا التخمير يروح متل ما شايفين دهنة بسيطة من خليط البيض مع الحليب عندي كان بيضة واحدة مع معلقتين من الحليب متل ما شايفين ولا ابسط من هيك دهنة بسيطة بقتين Fourpus دهنة بسيطة دهنة دهنة بسيطة كمان من الخلق وتطفع سهل تحضيرها ولا ابسط من هيك طريقة حتى فيكن بدون عجان ولا اذا لاحظتوا ما عجناها ابدا بايدينا ولا شدينا ابدا على ايدينا حصلنا على اطيب خبز طري خفيف عجينة اخف من القطن والطريقة ولا ابسط من هيك بتمنى تكونوا حبيتوا وصفتنا لليوم اذا عندكن اي اقتراحات واي وصفات جديدة بتحبوا نتشاركها سوا اكتبولي بالقومنت تحت الفيديو واكيد المقادير كلها يترح تلاقوها مكتوبة تحت الفيديو بسندوق الوصف اذا بتحبوا نعمل اي وصفة من اختياركن اكتبولي بالقومنت وانا اكيد رح رد عليكن ورح نعملها سوا